أهلاً وسهلاً بالأستاذ محمد طامي يا مراحب يا مراحب والله الزميل محمد طامي يذكرني بأيام صابعة أيام كنا في تعليم صابعة ومعنا في الفيسبوك ومعنا في أحد القروبات قروب المحبة فأهلاً وسهلاً ومرحباً مرحباً هيل إعداد السيل أستاذ محمد أنا أتشرف بك وأتشرف بكل أعضاء هذا الملتقى الجميل الله يحفظك ويخليك إن شاء الله وما في شك أنه الفترة فترة التعليم صبية والله كانت فترة جميلة وكان فيها العديد من الأحباب ومن الزملاء وكنا نعمل والله نعمل بجهد كبير جداً كل العاملين في إدارة التعليم في الإشراف التربوي وفي غيرها من القطاعات كان نعمل عمل كبير جداً إلى حد إحنا في الإشراف وخاصة في التوجيه والإرساد نشارك زملانا في النشاط الطلابي ومشارك زملانا في الإشراف التربوي في حضور الحفلات المسرحية في المدارس في حضور مجالس الأباء والمعلمين ولكننا نعملها ونقسمها على شكل قطاعات وأيضاً المدارس تقيم بنفسها إجتماعات ولقاءات ومجالس أباء نأخذها والله من الباحر ديرتك أستاذ محمد إلى إلى العدابي وإلى بيش وإلى فيفا وبني مالك وإلى جبال الحشر وإلى الشقيق والدرب والقحمة عندما كانت تابعة لإدارة تعليم صبية وفيفا وغيرها من الحقيقة من المدارس في الكطاعات المختلفة في إدارة تعليم صبية كانت فترة إدارة تعليم صبية فترة ذهبية وكان كل الزملاء والله من كل حتى من الشؤون المالية ومن الشؤون الإدارية ومن الشؤون من الاتصالات ومن النشاط ومن الإشراف ومن تعليم الكبار وغيرها أيضاً من الأقصام كنا نعمل والله كالأسرة الواحدة صراحة حتى عندما انتقلت للرياض فقدت الجو الاجتماعي الذي كان موجوداً في صبية وإن اختلفت الظروف طبعاً الظروف البيئية تختلف الرياض مدينة كبيرة متسعة الأطراف ومتنوعة المدارس ومتنوعة ما تلقى فيها الجو الاجتماعي اللي موجود في صبية كنا نخلق جو الاجتماعي ومتعاوني لله الحم وهذه طبعاً الحياة أنا بعد العمل في إدارة التعليم في الرياض ثم في الوزارة تقعت وفضلت البقاء في الرياض فرص العمل ممكن تكون أكثر أولادي مثلاً يشتغلوا هنا في الدرس ويشتغلوا في مدينة الرياض صار العودة إلى المنطقة حتى في التقاعد فيها صعوبة حتى في ديرتي العودة للشقيق هناك على أحضان البحر وأحضان الوادي ريم والبيئة الحلوة الجميلة البيئة الشاطئية البحرية والبيئة الغابية والبيئة الزراعية والبيئة الشجرية الموجودة هنا بكل أنواعها جلسات السمر وجلسات المحبة بين المحبين وبين الأصدقاء والله ننحن إليها ونرجع في الإجازات وفي العطلات أنا سعيد بك يا أستاذ محمد جداً وأنا شاكر لك والله هذه الملاطفة وهذه المداخلة الجميلة المحببة إلى قلبي ترجمة نانسي قنقر